بقى الاسم اللي شايله وحش التكسيد وبرنس الكارزما ونجم الروائع ده يشيله برضو الولد اللي بيتعامل معاملة الليبان في السوبر ماركت ده اه يا جدعان دلوقتي ريال مدريد بيخش لأي نادي في اي صفقة يقوله حديك ستين مليون دولار وخط بالباقي بيل بعد نجاحه في الفوز بسباء لومون سنة 1959 كارول شيلبي ما بقاش قادر ينافس خلاص بسبب الحالة الصحية لقلبه وفي سنة 1963 بقى شغال في تصميم وبيع السيارات الرياضية والمشاركة بيها في سباءات بسيطة بالاستعانة بسائقه المفضل كين مايلز في نفس الوقت ده بيتلقى اتصال من شركة فورد عشان يصمم لهم سيارة رياضية ينفسوا بيها فراري في سباء لومون شركة فورد مليانة عائدات ادارية بتتسبب في صداع كبير لشيلبي وطريقة مايلز المندفعة والواقحة ما بتخليش الامور اسهل وطبعا الفجوة الكبيرة ما بين تاريخ الشركتين في سباءات السرعة والتحمل بتخلي المهمة تقريبا مستحيلة فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلم فورد في فراري بيبتدي بشكل بطيء وشوية فوضوي بيحاول يقدم القصة العظيمة دي من وجهات نظر متعددة ومختلفة وماعتقدش ان ده كان قرار حكيم احنا ما بنشوفش القصة بتاعتنا من منظور شيلبي ومايلز بس احنا بنخصص وقت عشان نشوفها من منظور هنري فورد التاني وبنخصص وقت كمان عشان نشوفها من منظور ادارة العليا المتمثلة في ليلا كوكا وليو بيبي ده خلى تعريف العلاقات في البداية صعب او حتى تعريف نوعية الفيلم اه طبعا احنا فاهمين انه هو فيلم بتاع سباق عربيات بس برضو هل هو دراما انسانية؟ هل هو قصة انتصار عظيم؟ هل هي قصة صراع ما بين الارواح المتحررة والديناصورات الادارية؟ واكتر حاجة كنت خايف منها ان الفيلم يحاول يبقى كل الحاجات دي لان بمنتهى الامانة الفصل الاول حسسني انه مش قدها وما خدناش وقت كتير قوي عشان اتبين ان الفيلم فعلا بيحاول يبقى كل الحاجات دي واكتر كمان ومع بداية الفصل التاني بيتم تقديم تسلسلات سباقات السرعة المشبعة بالاثارة والحاقنة للادرينالين عشان تنضم للحضور الكبير لبيل وديمن اللي كانوا شايلين الفيلم لوحدهم من بدايته وتقدم لنا ما يمكن ببساطة وصفه كاحد افضل افلام السنة وانا بحاول افكر في افلام عشان اقارن فورد في فراري بيها مقدرتش افكر الا فراش بتاع 2013 مش بس عشان هو كمان فيلم بتاع سباق عربيات او الحقيقة هو افضل فيلم بتاع سباق عربيات في التاريخ ولكن لانه هو كمان كان بيحكي قصة شخصيتين من اهم الشخصيات في تاريخ الرياضة دي وخلوني اكون واضح من البداية فورد في فراري صعب او يتفوق على راش او حتى يتساوى بيه زي ما قلته وعانى شوية في فصول البداية ومن الناحية التقنية تسلسلات السباقات ما كانتش بنفس مستوى الجودة ولكنها برضو كان لها طعم وشخصية متفردة واللي بيخليها تتميز هو عنصر الواقعية في قصتها وشخصيتها ابطالنا في الفيلم ده ما هماش ابطال قوي بنشوفهم وهما بيرتكبوا اخطاء بتعكس عيوب مش لطيفة وتفاصيل الاحداث بتوضح ان الفيلم ده مش مجرد اعلان جديد لجمودية امريكا هو الحقيقة لو تعمقنا شوية صغيرين حنكتشف ان الفيلم ده بيودين رأسمالية امريكا اكتر من كونه بيمجد فيها ومش عارف لو حارف اشرح النقطة دي بوضوح ولا لا بس احداث الفيلم ده مدهشة بطريقة كان مستحيل اتوقعها انا شفت حاجات في الفيلم ده كان مستحيل اسدقها الا بعد ما اتأكد بنفسي من دقتها التاريخية ومقدرتش حتى استنى لغاية لما روح اول ما خرجت من السينما ده كانت على جنبه ومسكت الموبايل واقعدت ادور هو الكلام ده حصل بجد وللمفاجأة طلع كله حقيقي والمفاجأة الرائعة بقى ان اي حد ما شافش الفيلم مستحيل يخمن انا بتكلم عن ايه بعد ما وضحت ان الفيلم دراميا تلعثم شوية في البداية وبعدين قدر يرتكز بطريقة مبهرة الحقيقة عاوز ارجع لمشاهد السباقات بما انها اصعب التحديات الاخراجية في الفيلم في رأيي وحقيقي كانت حلوة جدا جدا واضحة جدا ومثيرة جدا وبتدفع المشاهد للتفاعل وزي ما قلت واقعية لدرجة ممكن تكون مش واقعية زوايا الكاميرا وقرارات التحريك رائعة والموسيقى التصورية المصاحبة بكل تأكيد من الافضل السنة دي عندنا مشاهد نهارية ومشاهد مسائية ومشاهد ممطرة اقدر اقول ان جيمز مان جولد مخدش اي اختيار سهل في وجه التحديات دي لا على مستوى الجودة ولا على مستوى زمانها على الشاشة عارف اني قلت انها لسه برضو مش بنفس جودة راش بس ده لان راش رفع سقف التحدي المكانة بدأت اسدق ان مستحيل اي حد تاني يعرف يوصل لها يمكن الناحية الوحيدة اللي فورد في فراري ممكن فعلا يتفوق فيها على راش في مشاهد السباقات بالتحديد هو البعد الانساني انت حاسس بوجود كل شخص حتى لو كان زمنه على الشاشة مجرد ثواني وانا ما بتكلمش بس عن السوائين انا بتكلم عن كل شخص على التراك وجنب التراك وحتى بره التراك مش عارف لو الكلام ده ليه معنى ولا لا بس اكتر المشاهد اللي كان فيها اعلى درجات التناغم ما بين ديمون وبيل هي المشاهد اللي ما كانوش فيها مع بعض على الشاشة بس كانوا بيتشاركوا مع بعض في القيم والرؤية والحلم مات ديمون كان رائع امريكاني قوي بس رائع منظوره قد يكون الاهم على الاطلاق ويمكن ده ما يكونش قرار الفيلم انا شايف ان حضوره واداؤه هو اللي فرض رحلة شخصيته عشان تبقى البصلة الرئيسية للاحداث كريستيان بيل على الجانب الاخر هو كل حاجة ممكن تتوقعوها من كريستيان بيل بس ممكن يكون بريطاني بزيادة شخصيته غنية جدا لانها الوحيدة اللي ما بتنتميش في عالم الاحداث ومع ذلك انت دايما شايف طبته ودايما متعاطف معاه اه طبعا الفيلم اجتهت شوية عشان يبرز ده بجانب تقديم عيوب الشخصية بس برضو درجة التواصل دي صعب قوي تنشأ ما بين المشاهد وما بين اي ممثل كل التكسيدات المسندة جيدة جدا ومحصوصة جدا بس اللي لفتوا نظري بشدة هم ريما كينن في دور فيل ريمينغتون والاسباب اكيد هتلاحظوها لما تشوفوا الفيلم جوش لوكاس في دور ليو بيبي لا صعب قوي تكون هذا القدر من المشاعر القوية تجاه اي شخصية في الدنيا الا لما الممثل بتاعها يكون ضروري كويس كمان مرة فورد في فراري هو واحد من افضل افلام السنة وعنده ميزة انه ممكن يكون من اكتر افلام السنة اختلافا مختلف على مستوى القصة مختلف على مستوى الاجواء وممكن كمان يكون مختلف في تشكيلة القيم والرسائل اللي هو بينتصر لها مش عارف ممكن يوصل لحد فين في موسم الجوائز لان الهوصة اللي معمولة حواليه مش كبيرة قوي بس لو حراهن على حاجة حراهن على الممثل المساعد كل حاجة لها دعوة بالصوت المونتاج والتصوير تقييمي لفيلم فورد في فراري هو 8.5 من 10 ونصيحة اخوية ما تحاولوش تقروا عن الاحداث التاريخية اللي الفيلم بيتناولها الا بعد ما تشوفوه مناقشة الحلقة ايه هو الفيلم اللي قدم قصة حقيقية ما صدقتوهاش اول مرة شفتوها ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول وتابعونا على فيسبوك وتويتر ونيمو بودج وباز وبي باي اشتركوا في القناة